مزسل يجيب على مطر أحداث الحلقة التامنة اللي بتبدأ بنوح وأيمن داخله معاهم مشتريات بتقول لهم نجمة أهلا بالحامل والمحمول أهلا بالكافل والمكفول بيتريقوا عليها جدا خاصة نوح بقول لما انت شايفة وشك عامل ازاي؟ يا شيخة اروحي بقى يا بعدي عني منلاقي بعد كده أيمن عمال بيقول لها على فكرة أنا أبويا بيحب ويه كمان عايز اتجوز عليك شوف نفسك عامل ازاي؟ انضفي يا شيخة شوية وانت مهمة لها كده في نفسك بيلاقي نوح بيبدأ ان هو يغير ان يلوك بتاعه بيلبس لبسه عشان قطر يعجب كواكب وبيتكلم مع ايمن وبيقول له انت كاشخ ولابسه زي الامر وعمال بيروشور برفان وبيقول ان هو حيروح يقول لكواكب ان هو عايز بجوزها وانه بيحبها جدا بيدخل نجمة وبتقول رايحين فين انا مش هخليكوا تنزلوا نعرضة من البيت ويه لو نزلت انا رجلي على رجلك مش هسيبك تنزل قال لها تروحي فين ايتي مش هايفة شكلك عامل ازاي قالت له دلوقتي شكل ما بقاش يعجبك ماشي بس برضو مش هخرجك من البيت بالنسبة لفيروز قعدة مع عهد في المطبخ وعهد بتقول لها شكل امي راضي عني قالت لها تقول لها عمرها راضي عني لكن تليفون بتاع فيروز بيرن سيف كان بيتصل بتاخد عهد التليفون وبتفتح عشان تتأكد ان هو ابوها وبتتأكد فعلا وبتخبي التليفون من وراها بعد فيروز ما بتخرج بتقرى الرسائل اللي فيه اما بالنسبة النجمة كانت حبسة نوح وايمن جوه وقفل عليهم وقالت له مش هتطلعهم بتحب واحد علي عايز تتجاوز بعد كل الانتظار اللي انتظرته لك ده والله ما انت نازل نلاقي بعد كده سامة موجودة في موقع التصوير مع مشعل وبيقول لها تكلم معجبينها بطريقة كويسة شوائية اما بالنسبة الفيروز اللي كانت قاعدة معه سيف وحسنة وبيقول لها سيف يلا بينا نمشي انا حمشي قبليك وتعلي وراي بتدخل وبتلاقي عاحت المسكة تليفونها وبتقولها بالدوري على حاجة التليفون ده بتاعك صح انا شفت كل حاجة وعرفت كمان اتلاقي عرفت ايه اتلاقي عرفت كل حاجة سيف بيدخل مطبخ يشوف فيروز طبعا كانت حسنة دخلت على طول فوق لكن فيروز قررت لسيف الحق بنتك عرفت كل حاجة طبعا الاب قول ما بيعرف كده بيشدها على طول محبوس مع ايمن ولكن ايمن كان معه مفتاح وفتح وطلعه يجره ونجمة مقدرش انها تمسكه كواكب بتتصور كالعادة وبنتها معاها ومغلباها معاها يعني في الشغل اما بالنسبة لنوح تمكن اخيرا ان هو يهرب من نجمة لشان يروح لكواكب ومع ابنه يقسيف قاعد مع بنته وعاحته بيقول لها متقول لهم الكل اللي انت عارفتين وان انا حبقى كويس معاك لكن بتقول له انا شرط ان انت تطلقها فاروس قالت لها ليه بتبشرها علي لا مش هيتطلقني طبعا مش عال بيقول لمراته رايحة فيه داخلها كده بيوت الناس قالت ايوه انا داخل اشوف امي قال لها امك ودابت امك قالت ايوه دابت ماما بتدخل وتتكلم معاها بتقول لها انا جايلك بس عشان اعرفك ان انا ما بوقتكيش ولا حاجة اللي سرقتك هي حسن بتقول لها انا مش عايز اصلا اشوفه وش كلانتي ولا هي هنا يعني اتجوزتي لعزمتيني ولا جيتي بتقولها وانت يا انا اسألت فيها بتطلع لها سامة فلوس لكن بتقولها انا مش عايزة منكو حاجة اما بالنسبة لسيف بيأكد الفاروس ان منتو مش هتقول حاجة نوح كان واخد الباص معه ايمن عشان يروح يصور كواكب بيتصل بيها ويقول ان هو جايب بنتها فضة بترد عليه طبعا كأنها السكرترا بتاعتها وبتقول لهم متجوش لكن لما سمعت كواكب ان هو جايب ومعاهدية قالت لها خلاص وده ليكي فبتقول له خلاص طعلا بس لو اللي دي كويس هاخدها منك لو مش كويس حرميها فوش نجمة قعدة بتفكر في عميل موسها فيها اما سامة فكانت بتنرفزة جدا من ممثلة جديدة جايبينها وكمان بتتمكيج قبلها وعملالهم مشاكل نجمة هي قعدة بيجو ناس ملثمين وبيغدوها وبيخطفوها في بداية الامر بتفكر ان اللي عامل كده هو نوح علشان يفجئها زي مسلسلات التركي لكن بعد كده بتفوق تلاقي نفسها في مكان مظالم جدا بتبقى خايفة اما عاهد فكانت عايزة تقول لي وميتها على كل حاجة بعد ما صحيت من نوح لكن باباها قال لها ما تقوليش حاجة واللي انت عايزاه عامله لك الاب بقول لي حسن تعالي بسرعة نروح في اي مكان نتمشى طبعا علشان يبادى عن بنتها علشان ما تقولش اي حاجة وبتطلع حسن عشان تتجهز اما بالنسبة النوح فبيركب تاكسي عشان يوصل لبيت كواكب وابنه بيبخله برفان بالله بعد كده سامة بتتخنق مع الممثلة الجديدة وبتقول انها مش شغالة طالما انتي مهبودة فيها وبتقول لها ما تكلمش راجل كده اما عاهد بابا بيبعت لهاكسة بقول لها لم نفسك وبطلت اذن لامك حاجة كانت حسن عمالة بتتمكيش وهو مستنيها علشان ياخدها وينزل بيها قالت له غريبة ان انت عايز تخرجني قال له ما لنخرجون التفاس حنالية من غيرك كل ده طبعا عشان يبعتها عم بنتها عهد عشان ما تقولهاش اي حاجة اما بالنسبة النوح فكان راكب التاكسي مع ابن ورايحين عشان خاطر يقابله كواكب وبتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لاحداث الحلقة التامنة ومسلسل يجيب اللامطر يكون عجبكم لا تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد باي باي